هاداك طبعا البرنامج هدفه زي ما بيقدم معلومة جديدة للمشاهد برضو عايزين نقدم له نصيحة جديدة للتغلب على أمراض الشتاء وانت عارف هاداك ان الطيور عموما في فصل الشتاء بتبقى أمراضها كتير عشان طبعا تغير درجة الحرارة والتدفئة والنسبة الأمونيا اللي موجودة والأمراض كتيرها بتنتجر فصل الشتاء فعايزين بقى نلقى الدول النهاردة عن أهم الفيروسات اللي بتصيب الدواجن في فصل الشتاء حاضر هو سؤالك يدي إحاء أو يدي معنى ان احنا هنتكلم بتخصص شوي يعني أنا حرست في الحلقات السابقة كلها ان كلامنا يفيد من يستمع سواء متخصص أو غير متخصص أو حتى سيدة البيت اللي قاعدة في البيت وتسمع البرنامج تستفيد معلومات معلومات عامة عن فوائد اللحمة البيضة عن فوائد كذا 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 وبنلمس بلولتش الأمراض والمزارع ومشاكل الطيور بشكل عام بدون تخصيص سؤالك بيقول لي لا اتخصص شوي فأنا بستسمح السادة المشاهدين اللي هم بعيد عن التخصص ان الكلام هيبقى الى حد ما فيه شيء من التخصص وأسماء أمراض يعتبرها نوع من المعلومات العامة بس برضو المشاهد فيه أمراض مشتركة زي انفوانزة الطيور طبعا 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 نقطة في بطالة الخطورة فعشان كده لا اذا كان على المشترك كدير يعني امراض تسمهم الغذائي اللي بتيجي من البيض بالذات اكتر حاجة لها حصرة لها ودي في منطقة الخطورة وانت عارف البيض بيخش فيه عمل جميع الحلويات وعمل حاجات كتيرة في الأكل للإنسان فعشان كده امراض كتير قوي انما سؤال حضرتك مركز على الامراض اللي تصيب الطيور والمزارع في فصل الشتة بالذات فبس تسمحهم ويسمحوني ان الكلام هيبقى فيه شيء من التخصص فضل يا دكتور فعلا دخلة الشتة بتعمل دربكة جامدة قوي يعني الانتقال من صيف الى الشتة حتى في البناء قدمين في الأطفال والكبار والكل احنا نفسنا بيحصل لغبطة وجهاز المناعة بتاع الجسم بيتلغبط من حر البرد وبعدين فيه فترة كده بتيجي في أول الشتة يبقى بالنهار صيف بالنهار حر وبالليل برد وشتة ففرق الحرارة ده بيوصل أحيانا 15 درجة وأكتر مجرد التغيير الحرارة ده بيهز منعة أي جسم بما فيهم الإنسان أو بما فيهم حتى الحيوان والطيور أهم الأمراض اللي بتصيب بتعملينها مشاكل في الدواجن وهنسيب اللي هي بتتنقل الإنسان آخر حاجة اللي هي عنفل ونزة الطيور لأنها بتعمل مشاكل جامدة جداً وبتنتشر في الشتة بالذات عشان الجو البارد فالفيروس يتحرك براحته الحرارة ما بتقضيش عليه حتى على ما يوصل رحلة مثلاً من محافظة المحافظة أو من مزرعة المزرعة أو من مكان لمكان بيتحرط في الصيف الحرارة عالية أغلبه بيموت في السكة واللي بيفضل هو ده اللي بيكمل بعد كده فهنسيب الإنفلوانزة شوية من أخطر الأمراض اللي عاملتنا مشاكل جامدة أو في الشتة هو مرض اسمه التهاب الشعب الهوائية المعدية الشعب الهوائية بتاعت الطائر بتلتت ده التهاب جداً والالتهاب ده بيعمل إفرازات الإفرازات دي بتتجمد وتروح قفلة الشعب فالطائر يتخنق ويموت في الجهاز التنفسي أي الجهاز التنفسي لأنه هو اسمه التهاب الشعب الشعب الهوائية بتاع الجهاز التنفس هو اسم المرض كده أو بالإنجليزي أو آي بي احنا بنختصرها بنقول آي بي بيكون إيه بقى؟ بيكون إفرازات تجد الالتهاب في القصبة الهوائية والشعب بتاعت الطائر بتطلع إفرازات زي أي إلتهاب الإفرازات دي بتتحول من سائل إلى مواد متجبنة زي إيه لما بيجي إحنا زي حالاتنا جادة في الإنسان لما يجينا شادور بردي والإفرازات ما هي الأول وبعد تتحول إلى تجبنات مخاطوة ونفس الكلام بيحصل جوة الطائر الصديد ده أو المواد المتجبنة دي بتروح قفلة الشعب يلقص بالهوائية نازلة كده وبتتفرع الاتنين كده لو جاد في الاتنين بيموت فجأة فوراً فوراً موت مفاجئ مفيش أكسجين مفيش أكسجين دخل جوة خالص الرئة خالص أحياناً ما تيجي في ناحية وناحية لأ فإلى حد ما تتقر بيعيش فترة شوية لغاية أنت متصلح نفسك وتضبط تهويتك وتزود الأكسجين في المكان لأنه هو علاقته بالجو أكتر منها يعني فيروس الإي بي ده أساساً كورونا ده الكورونا فصرفته آآ الإي بي أو الفيروس ده اللي هو بيعمل القصة اللي قلت عليك عليها دي أساس كورونا سلالة الكورونا آآ واحنا فيه كورونا بيجين ناحنا في البناءة مين طيب هل المرض اهلا المرض ده معدي لإنسان؟ لا 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 خالص 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 ده نوع كورونا تاني لأن أي فيروس ليه سيروطايب ليه اعترات عديدة جدا ده بتاع الإنسان ودي بتاعه كذا لا لا تصيب الإنسان الكورونا بتاع الطيور لا تصيب الإنسان إنما هي فيها نفس الصفات نفس التحرك حتى لو تحور ما يصيبش الإنسان حتى لو تحور يصيب الطيور برضو بس يزداد شراسة إنما يملوش علاقة بالإنسان خالص عشان برضو ما نقلعش من الحتة دي لا يصيب الإنسان ولا ينتقل إلى الإنسان